السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بكم أعزائي طلاب الصف الثاني عشر المسار الأدبي في مادة العلوم. موعدنا اليوم مع الجزء الرابع من الدرس الأول للوحدة السادسة والذي بعنوان الوقود الحيوي والكتلة الحيوية. أهداف الدرس. نتوقع في نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادراً على أن أولاً يذكر بعض مصادر الزيت العضوي. ثانياً يعدد مميزات وعيوب الوقود الحيوي. ثالثاً يوضح بعض التعقيدات التي تواجه استخدام الوقود الحيوي. لنشاهد معاً أعزائي الطلاب هذه المجموعة من الصور. ما الرابط بين هذه الصور التي تشاهدونها أمامكم؟ أحسنتم. هي عدة مصادر نباتية مختلفة للزيوت العضوية. لنستعرض الآن أهم المعلومات عن الزيت العضوي. يوجد أكثر من 350 نوعاً مختلفاً من الزيوت المشتقة من النباتات. عند معالجة هذه الزيوت يمكن حرق الكثير منها كوقود حيوي. تم تشغيل أول محرك ديزل باستخدام زيت الفول السوداني. هناك أسئلة أحتاج منكم أعزائي التفكير في إجابتها. السؤال الأول فسر انخفض الاهتمام بالزيوت العضوية في فترة من الفترات. نعلم أن عملية تكرير النفط تطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة مما أدى إلى انخفاض الاهتمام بالزيوت العضوية بالرغم من أهميتها لكنها حققت انتعاشاً في العقود الأخيرة. إذن ما السبب؟ نعم نتيجة للتطورات التي حدثت في عمليات تكرير النفط. السؤال الثاني ما وجه الشبه بين المواد الأولية للإيثانول والمواد الأولية للديزل الحيوي؟ استعلمنا طلاب الأعزاء في الدروس السابقة أهم العيوب التي تواجه استخدام المواد الأولية لإنتاج الإيثانول حيث عرفنا أن المواد الأولية التي تحتوي نسباً عالية من النشا والسكر تأخذ من الإمدادات الغذائية البشرية وتحول المصادر إلى محاصيل وقود. وتطرقنا أيضاً إلى أن المواد الأولية المستخدمة في الوقود الحيوي قد تضطرنا إلى ممارسات إدارية معينة وإجراء تغييرات في استخدام الأراضي لإنماء المواد الأولية. إذن ما وجه الشبه بين المواد الأولية للإيثانول والمواد الأولية للديزل الحيوي؟ نعم أن هذه المواد الأولية تتعارض مع مصادر الغذاء. لنستعرض الآن بعض مجموعات المواد الأولية للزيوت العضوية التي تستخدم لإنتاج وقود الديزل الحيوي. المجموعة والمصدر المجموعة الأولى هي الزيوت الرئيسية وتتضمن فول الصوية، عباد الشمس، الزيتون، الفول السوداني، وبذور القطن، والكانولة، والذرة، وجوز الهند. المجموعة الثانية، زيوت المكسرات وتتضمن اللوز، والجوز، والكاجو، والبندق، والمكاديميا، والفستق. المجموعة الثالثة، زيوت غير صالحة للأكل وتتضمن الطحالب، وشجرة الباباسو، وجوز الجاتروفا، والجوز البترولي، وشجرة بذور المطاط. هذه صورة الجوز الجاتروفا وهذه ثمرة الباباس وهذا شكل بذور المطاط. المجموعة الرابعة، زيوت أخرى، وتتضمن الفجل، والخروع، وججرة التانج. هذا شكل ثمرة التانج. هذه صور لأهم الزيوت العضوية التي تستخدم كمواد أولية لاستخدام الوقود الحيوي. الشكل 14 إلى 6 يمثل الزيوت العضوية. تمثل الصورة A فول الصوية والصورة B الكانولة وهي من الزيوت الرئيسية. C تمثل مكسرات المكاديميا جوز الجاتروفا، باباس، المطاط، والتانج التي استعرضناها سابقا. ماذا تعرفوا عن الاستدامة؟ لا شك أنه مصطلح ليس بغريب على مسامعكم، خاصة في المواضيع التي تخص الطاقة والحفاظ عليها. ما هي عناصر البيئة من خلال الصورة؟ نعم، جميع الكائنات الحية وغير الحية التي تحيط بنا كالحيوانات والأشجار والشمس والهواء والماء والتربة. إذن، يقصد بالاستدامة؟ الحفاظ على الحياة واستمرارها من خلال الاستخدام الصحيح للموارد الطبيعية كالشمس والهواء والمياه والتربة لأطول مدى زمني ممكن. لماذا؟ أولاً، تحقيق الأمن الغذائي ثانياً، التقليل من الفقر والجوع ثالثاً، التغلب على تأثيرات التغير المناخي رابعاً، المحافظة على الموارد المائية ولنعلم أنه من حق الأجيال التي تأتي بعدنا الاستفادة من جميع الموارد الطبيعية في البيئة. والآن، لنجب عن السؤال التالي كيف يدعم الزيت العضوي كوقود مفهوم الاستدامة؟ عوضاً عن التخلص من زيوت الطهي والدهون الحيوانية المستخدمة في مكبات النفايات يمكن أن ينتج عن عملية تنظيف وترشيح بسيطة وقود حيوي يستخدم بشكل مباشر في الكثير من المحركات الحديثة التي تعمل على الديزل أي أن الوقود الحيوي مصدره عضوي لذا، فهو من مصادر الطاقة المتجددة التي تدعم مفهوم الاستدامة. لنجب الآن عن هذه الأسئلة. فسر، في الغالب يتم مزج الديزل الحيوي بالديزل البترولي. ما السبب برأيكم؟ نعم، ينتج عن بعض المواد الأولية وقود حيوي يمكن أن يسد أجزاء المحرك عند درجات حرارة منخفضة. لذلك، يستخدم رمز مشابه للإيثانول لبيان نسبة الديزل الحيوي إلى الديزل البترولي في الوقود. فمثلا، الرمز B20 يعني أن 20% من مكونات الوقود عبارة عن ديزل حيوي وأن 80% وقود بترولي. ما هي مميزات وعيوب الوقود الحيوي؟ المميزات خال من الرصاص، لذلك يكون احتراقه نظيفاً. قابل للتحلل البيولوجي، وبالتالي يكون أسهل في التنظيف عند حدوث تسرب. أما العيوب بعض المواد الأولية تنتج وقود يسد مكونات المحركات. يجب خلطه مع وقود بترولي لمعالجة مشاكل الانسداد. أسباب توجه الثكومات نحو استخدام الوقود الحيوي أولا، التقليل من انبعاثات الكربون ثانيا، التقليل من استخدام الوقود الأحفوري ثالثا، مجدي من الناحية المادية يمكن أن تكشف نظرة دقيقة لصورة إنتاج الطاقة الكلية عن بعض التعقيدات المصاحبة والمرتبطة بالوقود الحيوي لنستعرض بعضا من هذه التعقيدات أولا الاستخدامات الجديدة وغير المباشرة للأراضي الزراعية ILCU قد تفيد في الحصول على مواد أولية لإنتاج الطاقة إلا أنها تؤدي إلى أضرار بيئية فمثلا، استبدال أشجار الغابات الطبيعية بأشجار النخيل وهذا بدوره يؤدي إلى الحصول على الطاقة من الأشجار المقطوعة وهو أمر جيد إلا أنه لا يؤدي إلى التنوع البيولوجي الضروري على الأرض وهذا أمر سيء حيث تقدر بعض الدراسات أن تقليل انبعاثات الكربون باستخدام إيثانول الذرة قد تستغرق مدة زمنية تتراوح بين خمس سنوات ومئتي سنة لتعادل تكاليف انبعاث الكربون الناتج عن التغيرات غير المباشرة لاستخدامات الأراضي ثانيا الزراعة الأحادية وهي ممارسة عملية الزراعة لمحصول واحد فقط يبين الشكل خمسة عشر إلى ستة الزراعة الأحادية لمحصول فول الصوية والذي بدوره يؤدي إلى زيادة سهولة الزراعة والحصاد ومعالجة المواد الأولية اللازمة لإنتاج الوقود الحيوي وهو أمر جيد بينما يصاحبها خطر فقدان المحصول بأكمله وتعرضه للآفات والأمراض وهو أمر سيء ثالثا التأثير الاقتصادي وإعادة توزيع الغذاء إلى مواد أولية حيث تظهر في هذا العامل عدة مشاكل الأولى الأراضي التي تحول لزراعة نباتات لإنتاج الوقود لا تصبح متاحة لإنتاج الغذاء إن الطلب على الوقود الحيوي يكبر بالطراد الأمر الذي يؤدي إلى رفع أسعاره وسيؤدي ذلك إلى رفع الحوافز الاقتصادية المقدمة لتحويل الأراضي والغابات إلى أراضي زراعية مما قد يسبب ضررا بيئيا بالنظر إلى الصورة الظاهرة أمامكم أعزائي يمكن لكل منكم صياغة مفهوم مختلف عن الآخر لمصطلح صديقة للبيئة ولكن هذه المفاهيم بمجملها تصب في مغزا واحد وهو عدم الإضرار بالبيئة كما نعلم يستخدم مصطلح صديق للبيئة كأداة تسويق لبيع المنتجات التي توافق الشعور الضميري للمشتري لا يملك هذا المصطلح تعريفا محددا جرى استخدامه للدفاع عن الكثير من المنتجات بغض النظر عن التأثير الحقيقي في الغازات الدفئة فمثلا تشير الصورة في الشكل 16-6 تقنية تسويق صديقة للبيئة للمستهلكين لإحدى السيارات التي تستخدم الإيثانول أو الوقود الحيوي لجذب المستهلكين وبيع المنتج الذي يتوافق مع شعورهم الضميري تجاه الحفاظ على البيئة ولكن ينصح قبل بيع سيارة قديمة وشراء أخرى جديدة صديقة للبيئة تستخدم الإيثانول أن يؤخذ بالحسبان جميع المتغيرات المؤثرة على البيئة والآن أعزائي لننتقل للإجابة عن بعض أسئلة الكتاب المدرسي سؤال رقم 6 صفحة 64 ما المشكلة المصاحبة لتقنيات الزراعة الأحادية المستخدمة لإنتاج المواد الأولية؟ تبين معنا سابقا أن الزراعة الأحادية هي ممارسة عملية الزراعة لمحصول واحد فقط كما تشير الصورة لزراعة محصول فول الصوية لهذه الطريقة مميزات عدة منها أنها تزيد من سهولة الزراعة والحصاد ومعالجة المواد الأولية اللازمة لإنتاج الوقود الحيوي ولكنها في المقابل تعرض المحصول إلى خطر فقدانه بالكامل وتعرضه للآفات والأمراض فالإجابة إذن؟ الأمراض أحسنتم سؤال 20 صفحة 66 ما الاهتمام المشترك لكل من الإيثانول كمادة أولية ووقود الديزل الحيوي؟ نعم كلاهما يؤدي إلى التقليل من استخدام الوقود الأحفوري سؤال 21 صفحة 66 ما المطلوب لتحويل زيت الطهي المستعمل إلى وقود حيوي؟ ولماذا يعد الزيت مادة أولية مفيدة؟ لنجب عن الجزء الأول من السؤال ما المطلوب لتحويل الزيت إلى وقود حيوي؟ نعم المطلوب هو بكل بساطة عملية تنظيف وترشيح بسيطة ولماذا يعد الزيت مادة أولية مفيدة؟ يعد مادة أولية مفيدة لأنه يستخدم بشكل مباشر بعد تنظيفه وترشيحه في الكثير من المحركات التي تعمل على الديزل كما أنه يشكل حجما هائلا حيث ينتج من المنازل وسلاسل المطاعم الكبيرة فهو متوفر بكثرة سؤال 22 صفحة 66 ما بعض التعقيدات العامة المرتبطة باستخدام الوقود الحيوي كمصدر رئيس للطاقة؟ نعم استعرضنا تعقيدات ثلاث مرتبطة بالوقود الحيوي أولا الاستخدامات الجديدة وغير المباشرة للأراضي الزراعية ILCU قد تفيد في الحصول على مواد أولية لإنتاج الطاقة إلا أنها تؤدي إلى أضرار بيئية ثانيا الزراعة الأحادية وهي ممارسة عملية الزراعة لمحصول واحد فقط ثالثا التأثير الاقتصادي وإعادة توزيع الغذاء إلى مواد أولية شكرا لكم مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر